قيادة عمليات بغداد تعلن عن عدد الشوارع المغلقة التي تمت إعادة افتتاحها خلال الأشهر الأربعة من عام 2024 وكذة إزالة آلاف الحواجز الكونكريتية إضافة إلى رفع عدد من أبراج المراقبة الأمنية بعد انتفاء الحاجة لوجودها في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد عملت قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع أمانة بغداد وجميع مدراء البلديات في بغداد ومن أجل بغداد أجمل على فتح الطرق والأزقة ورفع الصبات الكونكريتية حيث تم فتح ما يقارب 45 زقة وأيضا رفع ما يقارب 2300 صبة وفتح طرق مغلقة ما يقارب 10 طرق داخل وخارج المنطقة الخضراء وأيضا رفع أبراج متروكة مراقبة ما يقارب 20 برج هذا كله يصبح في تسهيل سيابية حركة السير وزارة الداخلية بيّنت أن عمليات فتح الشوارع والأزقة المغلقة أسهمت في تسهيل حركة المرور وعدم حدوث اختناقات مرورية وساعدت رجال المرور في تنظيم سيابية حركة العجلات مشيرة إلى أن هناك طرقا تكنولوجية حديثة بدأت تدخل وحيز التنفيذ في أغلب الخطط الأمنية بعيدا عن الحواجز الكونكريتية والشوارع المغلقة فتح الطرق المغلقة وإزالة كل الحواجز الممكن إزالتها من كل الأزقة وشوارع بغداد لذلك هذه الإجراءات أعتقد سوف تسهم كثيرا بفك الاختناقات وتأمين سيابية حركة ومرور المركبات اليوم هناك يجري استبدال المنظومات الأمنية التقليدية بمنظومات تعتمد على التقنيات والاستخبارات لذلك موضوع رفع الحواجز متماشي مع هذا التوجه الحديث الأمني وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة قد وجه القيادات الأمنية والدوائر الخدمية بفتح جميع الشوارع المغلقة واستحداث طرق سريعة جديدة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين سيابية عالية لحركة العجلات في جميع شوارع العاصمة بغداد من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية